السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر عاجل جدا وهو أن بايدن يتنحى عن سباق الرئاسة مع ترامب ومن سيخلفه سنعرفه في هذه اللحظات فقد قال رئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نومبر المقبلة وأضف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من الصباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وقال بايدن أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيسنا للفترة المتبقية من ولايتي وفي بيان نشره على صفحتي على منصة الإكس قال بايدن كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم ووجه بايدن في الفترة الأخيرة دعوات متزايدة للانسحاب من صباق الرئاسة وإنهاء محاولة لإعادة انتخابه بعد أدائه الضعيف في مناظرة أمام ترامب الشهر الماضي وتساؤلات عن قدراته الذهنية والبدنية هذه هي الرسالة التي نشرها الرئيس الأمريكي بايدن الذي قرر الانسحاب وأظن أنه سيتم تعيين كامالا هاريس نائبته كالمرشحة الأساسية ضد ترامب وبهذا الخصوص كانت هذه صدمة كبيرة جدا لأن رئيس الدونالد كيف كان عارف رئيس بايدن أنه كان عنده مشكلة في الصحة ولكن كان يرفض التنحي وأظن أن الدولة العميقة قد قررت أن وجب التعنحي لأنهم خائفين من دونالد ترامب وخير الدليل هو هذه المحاولة الإغتيال التي كانت عرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالزاف ديال التقارير كيأكدوا أن الدولة العميقة في حين كيقولوا لبعض النشاطة أنها مسرحية من حقهم أي واحد من حقه يدلي بدلوا دياله في هذه المسألة وتالرأي الآخر كتقول أن الدولة العميقة ما بغاش دونالد ترامب يصعد ولكن في حالة صعوده لا نعرف مستقبل الولايات المتحدة ومستقبل صراعات في المنطقة كيف كان عرفوا أن الولايات المتحدة متدخلة في عدة صراعات من بينها الصراع في أوكرانيا وأيضا في طايوان وأيضا في الشرق الأوسط مهم شكرا لكم هذا كان فقط الخبر العاجل تم تقاسمت معكم وإلى اللقاء في فرصة أخرى